استكمالا لما بدأنا في المحاضرة الماضية نتحدث عن شروط اكتساب صفة التاجر تحدثنا في المحاضرة السابقة عن شرط الاحتراف والآن نتحدث عن شرط الاستقلالية في ممارسة الأعمال التجارية فلكي يكتسب الشخص صفة التاجر لابد أن يمارس العمل التجاري باسمه ولحسابه وهذا معنى الاستقلالية أي أنه هو الذي يتحمل ما ينتج عن هذا العمل من خسائر وهو الذي يجني ما ينتج عنه من أرباح فما الذي يترتب على شرط الاستقلالية يترتب على شرط الاستقلالية سلاسة أمور لابد من مناقشتها ألا وهي تحمل مخاطر ومسؤوليات القيام بالأعمال التجارية فكرة التاجر الظاهر والتاجر المستطر هل يشترط اتخاذ محل تجاري يمارس فيه التاجر تجارته أم لا فنبدأ بالحديث عن الجزئية الأولى وهي تحمل مخاطر ومسؤوليات القيام بالأعمال التجارية فكرة الاستقلالية مبنية على أن الشخص يجب أن يمارس التجارة باستقلالية بمعنى أنه هو الذي يتحمل مخاطر القيام بالعمل التجاري معنى أنه يتحمل مخاطره أي أنه هو الذي يتحمل ما ينتج عنه من خسائر وهو الذي يجني ما ينتج عنه من أرباح لذلك لا يكتسب صفة التاجر مدير المحل التجاري مهما بلغت أهمية الدور الذي يقوم به كذلك لا يكتسب صفة التاجر العمال والموظفين الذين يعملون في المتجر أو المصنع ولا يكتسب صفة التاجر من يدير المحل التجاري نيابة عن غيره فهب أن شخصا ورس مصنعا أو متجرا عن والده وهو لا يعلم مكان هذا المتجر ولا يعلم مكان هذا المصنع ولا يعلم ماذا ينتج ولا حجم العدد والآلات الموجودة فيه ولا يعلم أي شيء وإنما الذي يعلم كل صغيرة أو كبيرة عن هذا المصنع أو المتجر هو مديره فمن الذي يكتسب صفة التاجر؟ الذي يكتسب صفة التاجر هذا الشاب الذي ورس المتجر أو المصنع لأنه هو الذي يتحمل المخاطر هو الذي يتحمل الخسائر الذي يمكن أن تنتج عن هذه الأعمال التجارية وهو الذي يجني الأرباح التي تنتج عنها كذلك لا يكتسب صفة التاجر من يدير المحل التجاري نيابة عن غيره هب أن شخصا ذهب للصفر لاستكمال دراسته في الخارج وأناب عنه غيره أخيه أو ابن عمه أو والده في إدارة مدجره أو مصنعه فإن الذي يكتسب صفة التاجر هو هذا الشخص الذي سافر للخارج لأنه هو الذي يتحمل ما ينتج عنه من خسائر أو يجني ما ينتج عنه من أرباح هناك فكرة أخرى وهي فكرة التاجر الظاهر والتاجر المستدر في غالب الأحيان يوجد هناك أشخاص ممنوعون من ممارسة التجارة بحكم قوانين وظائفهم مثل الموظفون العموميون والعسقر والقضاء وعضاء إيئات التدريس بالجامعات إلى غير ذلك من هؤلاء الطوائف الذين تمنعهم قوانين وظائفهم من ممارسة التجارة فماذا لو مارس هؤلاء الأشخاص التجارة مستترين وراء أشخاص آخرين كأبناءهم القصر أو زوجاتهم أو آبائهم أو أماتهم أو إخوانهم فمن الذي يكتسب صفة التاجر في هذه الحالة؟ في الحقيقة اختلف فقهاء القانون التجاري للإجابة على هذا السؤال إلى أكثر من رأي أو إلى ثلاثة آراء ذهب الرأي الأول إلى أن الذي يكتسب صفة التاجر هو الشخص الظاهر أو التاجر الظاهر حماية للأوضاع الظاهرة وحماية للغير حسن النية في حين ذهب رأي ثاني إلى أن الذي يكتسب صفة التاجر هو التاجر المستتر لأنه هو الذي تمارس التجارة بإسمه ولحسابه في الحقيقة فهو الذي يتحمل ما ينتج عن هذه التجارة من أرباح أو ما يحدث عنها من خسائر في حين ذهب رأي ثالث وهذا هو الرأي الذي نؤيده وهو الرأي الراضح أن الذي يكتسب صفة التاجر هو كل من التاجر الظاهر والتاجر المستتر واستدلوا على رأيهم هذا بأنه يكتسب صفة التاجر الشخص الظاهر لأن هذا هو الذي تمارس التجارة بإسمه في الظاهر حماية للأوضاع الظاهرة وحماية للغير حسن النية في حين يكتسب التاجر المستتر صفة التاجر لأن هذا هو الذي تمارس التجارة بإسمه ولحسابه في الحقيقة وهناك سؤال يطرح نفسه وهو هل يشترط أن يتخذ الشخص محلا تجاريا يمارس فيه نشاطه التجاري حتى يكتسب صفة التاجر للإجابة على هذا السؤال أجيبه من نفي فلا يشترط أن يتخذ الشخص لنفسه محلا تجاريا يمارس فيه تجارته حتى يكتسب صفة التاجر فهذا شرط للقيد في السجل التجاري وليس شرطا لاكتسب صفة التاجر فيكتسب الشخص صفة التاجر حتى ولو لم يكن له محلا تجاريا يمارس فيه تجارته ومن أبرز الأمثلة الواضحة على ذلك مهنة الصمصرة حيث أن الصمصار تاجر ويكتسب صفة التاجر بالرغم من أنه في الغالب الأعم لا يكون لديه محل يمارس فيه أعمال الصمصرة وإنما يمارسها من على الكفاتيريا أو من خلال بيته أو من خلال الجوال أو من خلال التليفون إلى غير ذلك